أكد المشاركون في النسخة الثانية من المنتدى الاقتصادية الفرنسية الخليجية الذي نظمته الحكومة الفرنسية وتقتم عماله في العاصمة باريسا تطلعهم لخلق المزيد من الشراكات الاستثمارية وتجارية في الإمارات وتحديدا في مدينة دبي من فرنسا محمد وموسي في النسخة الثانية من أشغال المنتدى الاقتصادية الخليجية الفرنسي الذي تنظمه الحكومة الفرنسية حضر رجال أعمال فرنسيون وخالجيون للبحث عن شراكات واستثمارات متبادلة في مختلف القطاعات كعادتها احتلت دبي مساحة رئيسية في جلسات المنتدى باعتبارها وجهة عالمية جاذبة وآمنة للاستثمارات الأجنبية في شتى المجالات كنت دائما منبهرا بدبي زرتها في عدة مناسبات وهي تملك رؤية استراتيجية مكنتها من تطوير نظام اقتصادي ناجح في المنطقة نحن نريد مواصلة تعاوننا في المنطقة بالأخص مع شراكائنا في الإمارات لتطوير مجموعة من الاستراتيجيات في مجالات مختلفة دبي هي التي تقود بوصلة نجاح عالمي بمعية أبوظبي وبقية الإمارات دبي اليوم هي المفتاح بمكانتها العالمية ونرى هذا النجاح في مكاسب المستثمرين بغض النظر عن السياحة المتطورة ولذلك نرى المستثمرين من كل دول العالم يأتون إليها برؤوس أموالهم وهذا يعني أن المكانة المالية العالمية لدبي ستكون رقما صعبا في السنوات القادمة جوفري مدير شركة فرنسية متخصصة في الاتصالات اللاسلكية الضوئية عالية السرعة التقنية التي تعتمد على الضوء المرئي لنقل البيانات بدلا من تردداته الراديو التقليدية اليوم هو يسعى لتوسيع أعماله انطلاقا من دبي نسعى لتطوير مشاريعنا في الخليج بشكل واسع وبالأخص في الإمارات طلبنا من المنتدى مساعدتنا على ذلك ونحن اليوم بصدد البحث عن شركاء وموزعين بدأنا محادثات مع مركز الفضاء ولنا موعد معهم في دبي بشهر ستمبر المقبل كما أن لدينا أوجه أخرى للتعاون مع جهات في قطاعات الأمن والصناعات الدفاعية في هذا المنتدى عوامل كثيرة جعلت من دبي الوجهة المفضلة الأولى للشركات الفرنسية في مجال الاستثمار فكبار رجال المال والأعمال يرون في دبي البيئة المثالية لتوسيع نشاطاتهم وتحقيق النمو المستدعم محمد وموسي لأخبار الإمارات باريس